عالم سعودي جمع بين الطب والفلسفة صنفه الغرب كواحد من أفضل ثلاثين من علماء العصاب الأكثر نفوزا في العالم هو النابغ العربي في العصر الحديث الذي جمع بين الفلسفة والطب الدكتور نايف الروضان عالم العصاب وخبير الجيوستراتيجية ورئيس قسم العولمة والأمن والجيوستراتيجية في مركز جنيف للسياسات الأمنية وعضو كلية سان أنتونيو جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة يعتبر الفيلسوف السعودي نايف الروضان ضمن علماء العصاب الأكثر تأثيرا في العالم كما أنه مؤسس مختبرات العصاب في جامعة هارفورد ومكتشف الخلايا السرطانية المجهولة طرح فكرا فلسفيا مختلفا يدمج حقول معرفية متنوعة مخالفة لفكرة نهاية التاريخ ليطرح فكرة التاريخ المستديم كبديل لها فالإنسان حسب رؤيته لا تحركه الحرية بقدر ما تحركه الكرامة منذ عام 2002 بدأ الدكتور نايف الروضان بتحويل تركيزه العلمي إلى التفاعل بين علم الأعصاب والعلاقات الدولية ومن خلال العديد من المنشورات أصبح رائدا في تطبيق علم الأعصاب والآثار العصبية والسلوكية كما وصل إلى تحليل وتصوير الاتجاهات في مجال الجغرافية السياسية المعاصرة والأمن العالمي والأمن القومي وامتداد الثقافات والحرب والسلام طه يوسف حسن قناة الإخبارية جنيف شكرا للمشاهدة شكرا